الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ويقول سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما عزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور ليوفيهم أجواهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ويقول سبحانه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ويقول سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أسلناك إلا مبشرا ونذعا أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء أن يليق بعظمتك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله تمثل صلى الله عليه وسلم القرآن خلقا وواقعا فكان كما وصفته أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت كان خلقه القرآن كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض أي أن حاكاته وسكناته كانت خالصة لله عز وجل وهو القائل صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صلوة عبي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن القرآن الكريم كتاب الله من قال به صدق ومن حكم به عدل لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كسأة الرد ولا ينفد عطاؤه إلى يوم القيامة بل إنه يعطي كل جيل بمقضاء عطائهم له وهو الذي لم تلبس الجن السمعت أن قالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بَابِّنَا أَحَدًا وَمَا أَنْ سَمِعَ أَحَدُ الْأَعَابِ قَوْلَهُ تَعَالَى وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِلَعِي مَا أَكِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمُرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى الْجُوْدِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ حَتَّاً طَلَقَ قَائِلًا أشهد أن هذا كلام أب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين وإلا فمن ذا الذي يأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع ويأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع إنه أب العالمين ولا أحد سواح فنحن أمام هذا الكتاب العظيم الذي يقول فيه أب العزة لنبينا صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ لَذِكُّ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ عَنْ هَذَا الْكِتَابَ ماذا قدمتم لخدمته حفظاً وأداءاً وتجويداً وفهماً وتفسيراً وامتسالاً وعملاً وتطبيقاً وكان الحسن البصري رحمه الله يقول إنما نزل القرآن ليتدبى وليعمل بما فيه أي أن المقصد الأسمى هو العمل بهذا القرآن إنما نزل القرآن ليتدبى وليعمل بما فيه فاتخذ الناس قاءته عملاً أي اعتبروا غاية العمل أن يقاء القرآن فما بالكم إذا اتخذوا هذا القرآن مهجوعاً القرآن الكريم فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزد للأسف الشديد حاولت بعض الجماعات والطيارات أن تنحرف بتأويل بعض نصوص القرآن الكريم وأن تقتطع بعض النصوص عن سياقها وأن تخرج بها عن مواد الله عز وجل فيها محرفة الكلمة عن مواضعه أولاوية أعناق النصوص في الفحر وفي هذه اللحظات العجلة نقف على جانب واحد من عظمة القرآن الكريم لنعرف كيف نحيا بالقرآن وكيف نعمر حياتنا ودنيانا وآخرتنا بالقرآن إن نحن أحسننا فهم القرآن الكريم نؤكز على الجانب الأخلاقي ونأخذ من الجانب الأخلاقي جانباً واحد ونقول ونقول وباطمئنا القرآن الكريم كتاب الكمال والجمال ومكارم الأخلاق وهو بيت الكمال وبيت الجمال وبيت الحسن وبيت مكارم الأخلاق وأعاليها لقد تحدث القرآن الكريم عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والصراح الجميل والخلق الجميل والقول الجميل والحديث الجميل والدفع الجميل والسعي الجميل والوجه الجميل واللباس الجميل والعطاء الجميل والتحية الجميلة والعيشة الجميلة فقال صبحانه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه هو منتهى الضضاء بقضاء الله وقدره الصبر الجميل ستصبر صبر اليأس أو صبر آحة الرضا فلا تؤسر الوجه الذي معه الوزع فالصبر الجميل هو الذي يكون بالتسليم المطلق ورضى بقضاء الله وقدره وهنا إنما يوفى الصابعون أجرهم بغير حساب والصفح الجميل هو الذي لا من معه فاصفح الصفح الجميل الذي لا تتبعه لا بمن ولا بتأنيب للمصفح عنه والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وهو أن غلاماً أخطأ في حضرة سيدنا عمر بن عبد العزيزة رضي الله عنه فنظر إليه فقال له الغلام والكاظمين الغير فقال له كظمت غيزي قال له والعافين عن الناس قال عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال اذهب فأنت حر لوجه الله الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل حتى مع الأعداء والخصوم وهجرهم هجراً جميلاً وهو الذي لا أزى معه فالمؤمن إما أن يصاحب بإحسان وإما أن يثارق بإحسان أما المنافق فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر اشتطف الخصومة واشتطف العداء وعمل على تدمير خصمه الذي حبما كان بالأمس صديقاً له هذا لا من الأخلاق ولا من الوفاء إن هجرت فهجر جميل بأدب القرآن وهجرهم هجراً جميلاً الصراح الجميل فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فمتعوهن وسرحوهن صراحاً جميلاً وأسرحكنا صراحاً جميلاً وهو الذي لا ظلم للمرأة فيه ولا عضل لها فيه ولا افتئات على حقها فيه قد كنا بالأمس يوماً زوجين كريمين فإن استحالت العشعة فمتعوهن وسرحوهن صراحاً جميلاً فالمسلم الذي تأدب بأدب القرآن وطب على مائدة القرآن لا يمكن أبداً أن يكون مؤزياً لأحد ولا سبباً في أزى أحد وهنا يأتي الدفع الجميل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وتلك منزلة عظيمة ومكانة عالية وما يلقاها إلا الذين الصبعوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يهون في توضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يهون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة قيل لأحدهم ما السيئة التي لا تنفع معها حسنة ما السيئة التي لا تنفع معها حسنة قال له التكبع على خلق الله والخلق الجميل حيث يقول أبو العزة لنبينا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم هذه أخلاق القرآن والقول الجميل لأن الله يقول لنا وقول للناس حسنة لكل الناس لمسلمهم وغير مسلمهم لبرهم وعاصيهم ألم يقل سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وسيدنا هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغاء اذهبا إلى فرعون إنه طغاء فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يغشى وقول للناس حسنا بل أنت مطالب بأن تقول الأحسن وليس الحسن فحسب وقل لعباد يقول التي هي أحسن هذا فضل من الله إن كان الله قد وفقك إلى طيب الكلام فهذه منحة منه لأنه القائل وهدو إلى الطيب من القول دائما دائما اسأل الله أن أعزقك الهداية في القول والعمل فالكلمة الطيبة هداية وهدو إلى الطيب من القول وهدو إلى صعات الحميد فالهداية إلى الكلمة الطيبة هداية إلى صعات الله المستقيم والحديث الحسن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة نحن نقص عليك أحسن القصص فالقرآن الكريم أحسن الحديث وأصدقه وأعزبه وأبلغه وتحدثا القرآن الكريم عن اللباس الجميل اللباس الحقيقي واللباس الجميل الذي ذكره القرآن الكريم هو الذي جاء في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير اللباس الجميل هو لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير يقول الشاعر إذا المرء إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه لم يكن لئيما مزموما في أخلاقه إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل سياب يرتديه جميل إذا المرء لم يكن معيما في أخلاقه وفي زمته وفي اعتباعه إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل سياب يرتديه جميل فنحن كماء المز كماء السماء الصافي الذي لا كضى فيه فنحن كماء المزني ما في نصابنا كهام الكهام الذي لا خير فيه ولا فينا يعد بخيله ليس فينا إنسان واحد ليس فيه خير ولا إنسان واحد يوصم بالبخل ولا أخمدت نار لنا دون طارق لا نرد السائر ولا الضيف ولا زمنا في العالمين نزيل فإن كنا هكذا لا يضيعنا بعد ذلك ماذا نلبس وَلَمَّا قَالَ أَحَدُهُمْ لُعَوَةَ بْنِ الْوَادِ يَعِيبُ عَلَيْهِ شُحُوبَ لَوْنِهِ وَانْحُولَ جِسْمِهِ قال له أُقَسِّمُ جِسْمِي في قُسُومٍ كَسِيَةٍ أُقَسِّمُ جِسْمِي في قُسُومٍ كَسِيَةٍ وأحصو قاح الماء والماء بارد ويقول السماء في هذا أيضا إذا الماء لم يدنس من اللؤم عضوه فكل سياب يرتديه جميل ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشعى صلى الله عليه وسلم يوما إلى قلبه وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ولباس التقوى ذلك خير نسأل الله أن يرزقنا إياها توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية تقوى ها هنا تقوى ها هنا تقوى ها هنا الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى القرآن الكريم أجمل الكلام وأعذبه وأصدقه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة مثانية ومن أصدق من الله قيل ومن أحسن من الله حديثا كما تحدث القرآن الكريم عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجع الجميل والصراح الجميل والخلق الجميل والقول الجميل والحديث الجميل والدفع الجميل والوجه الجميل واللباس الجميل تحدث كذلك عن العطاء الجميل العطاء الذي لا من معه العطاء من أفضل ما تملك أنفقوا من طيبات ما كسبتم ويقول سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ودخلت امرأة على الليس بن سعد رحمه الله تطلب كأسا صغيرا من العسل فأعطها زقا كبيرا فقالوا يا إمام لقد طلبت كأسا فقال هي طلبت على قدر حاجتها ونحن أعطينا على قدر فضل الله ونعمه علينا حتى لا أطيل لأن الجمال في القائن لا ينتهي أختم بثلاث نقاط السعي الجميل والجزاء الجميل والعيش الجميلة السعي الجميل سعي الآخر وحتى سعي الدنيا إن قصدت به وجه الله فهو طريقك إلى الآخر فمهمتنا أن نعمر الدنيا باسم الدين لا أن نخربها باسم الدين فالدين فن صناعة الحياة لا صناعة الموت ومن آد الآخرات وسعى لها للآخر سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوعة والجزاء الجميل والجزاء الجميل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيعا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوعة فوقاهم الله شرى ذلك اليوم ولقاهم نضعة وصراء وجزاءهم بما صبروا جنة وحراء هذا هو الجزاء الجميل أن تجعل جزاءك عند الله وأنت الدخى ما لك عنده والعيشة الجميلة العيشة الراضية الراضية الهنيئة في الدنيا والآخرات أما في الدنيا يا من آدم أنت في حاجة إلى نصيبك من الدنيا ولكنك إلى نصيبك من الآخرات أحودك فإن أنت بدأت بنصيبك من الآخرات مر بنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما فأصلح الله لك أمار الدنيا وأمار الآخرات الجميعا وإن أنت اخترت الدنيا وحدها ولم تعبأ بالآخرات ولم تلتفت إليها وضيعت آخرتك بدنياك ضيعت الآخر لأجل الدنيا وإن أنت بدأت بنصيبك من الدنيا ولم تلتفت للآخر ضيعت نصيبك من الآخر وكنت في نصيبك من الدنيا على خطر العيشة الهنية هي عيشة الرضا بما قسم الله وفي الآخر العيشة أو المعيشة الجميلة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقاء كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية الأصل في السياق غير القرآن عيشة مرضية لأن العيشة مرضي عنها فجعل العيشة راضية مبالغة في قمة رضا أصحابها بها فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشعبوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هذا هو القرآن وهذا هو جمال القرآن وهذه عظمة القرآن وهذه حياتنا لو أقمناها بالقرآن وأخلاق القرآن فكنا مقتدين بسيدنا رسول الله كان قرآنا يمشي على الأرض نزل القرآن ليعمل به فجعل الناس قراءته عملا فما بالكم إذا هجروا وابتعدوا عنه وكان سيدنا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه يقول يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم ويقول صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك إن اتخذته مهجوعا كان حجة عليك وإن جعلت لنفسك منه نصيبا واشعا كان حجة لك إن عملت بما فيه كان حجة لك إن امتسلت أخلاقه كان حجة لك إن حدت عن منهاجه كان حجة عليك نسأل الله العلي العظيم أن يجعل القرآن الكريم حجة لنا لعلينا اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لعلينا واجعله شفيعنا يوم الزحام وازقنا تلوته أناء الليل وأطعاف النهار اللهم علمنا منه ومن فقه وأحكامه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وازقنا فيه حسن الفهم وحسن القبول وصدق النية رب العالمين ويا عبد الله أقن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقتا